السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو نريد أن نضع خامة معينة أو خامة معينة كل اللي علينا أن نأتي على جوجل ونكتب اسم الخامة التي نريدها ونكتب جنبيها في كتشرف وتطلع معنا بشكل هذا دعونا نعلم على خامة مثلا ونريد أن أسايف السرادية فهو ما ديني المتداد غريب A V I F غالبها المتداد دوت مش هيتقيل كصورة في قلب برنامج ريفت اهي برنامج تاني خلينا أقول له open image in your web اه بدأت هاجي بيجي save image as وانتظر على نفس المتداد في طرق كثيرة جدا عشان نحول الامتداد بشكل مشكلة أو نصر برضا ماهنية فوق Jbg خلينا أقول له save اقول له بقى افتح حالي هو طبعا الامتداد بش متغفدين عليه فنشوف ازاي نتعمل معاه فيه ان انت هتقول له rename وتغير الامتداد زي ما انت عايز يعني تغير الامتداد وتكتبه BNG مثلا لكن خلينا نمشي بالشكل القانوني والشكل الافضل هندو صورة click وهاجي هنا اقول له open with ونبدأ بقى نختار مثلا برنامج زي برنامج البند برنامج بسيط كل اللي علينا ان احنا نفتحه ونقول له file save as ونديله من امتداد اللي احنا عزينه file save as ما عملاش اي تعديل خالص BNG اهه وفي نفس المكان وهقول له save تعالى بقى نروح للربت واشوف انا عايز اريماتيريال اللي اضيف عليها الصورة دي فانا نسيلكت مثلا على الول وقول له edit type واخش كده على structure واجي هنا finish interior لاحظ ان الاثنين فلش زي بعضة فلو عدلنا فواحد فيهم هتعدل في التالي تمام اهه وهي اتجافك appearance دي الماتيريال اللي موجودة طيب خليل بالنا ان هنا الماتيريال اللي موجودة في مكان تاني ممكن نروح ايلين له احنا عايزين نحط متيريال تانية ونقول له احنا عايزين متيريال نجي كده وقول له edit image او تدوس على الصورة هنا فبيبقى دي خصائص بنت اتعدل في الصورة هقول له انا عايز اعدل الصورة نفسها وقول له دي بقى الماتيريال اللي عنده لأ انا مش عايز ولا متيريال من دول انا عايز الماتيريال اللي عندنا ها اخترت الماتيريال ديت وتبقى بقى تشوف الوزياشة متاعتها الاسكيلز الحاجات دي كلها لو احتاجنا هندخل هنا نعدل فيها done اوكي واننزل تحت واننزل تحت واننزل تحت الاسكيلز ونختارها تطلع معنا بالشكل الدوت وزي ما قلنا لو اتعايز اقبار الاسكيله وتغير الاسكيل تقدر تغير من شهرة الورتالك مجرد مجرد